أمس يا جماعة الخير الفجر بتوقيت السعودية لما تنبث المباراة النهائية لكرة القدم الأمريكية السوبر بول تعطل أو تعطلت إحدى أكبر منصات التداول في مجال العملات الرقمية المسمى بكوين بيس تابع الفيديو الأخير حنتكلم عن الموضوع ذا وأيضا زي ما أودتكم حنتكلم عن أخبار سجل العملات الرقمية بشكل سريع ومختصر واتذكروا أني أنا لا لا لست مستشارا ماليا ولا إيشا من هذا القبيل لذلك اقروا صندوق الوصف تحت الرابط المجاني موجود تحت في صندوق الوصف لمنصة إيفاست منصة للتداول في مجال العملات الرقمية ومجالات استثمارية واخرى افتحوا الحساب وجربوا وطقوا وشوفوا نسكم ولا إذا الأمور ماشية معكم وقتها تقدرون تداولون عندهم على مسؤوليتكم الخاصة هل تسعى لتعلم مهارات تداول شديدة؟ مرحبا بك في أكاديمية إيفاست حيث تتشف أن الاستثمار المفضل هو استثمارك في نفسك والأروع أنها مجانية مئة بالمئة إيفاست الأرقام تحسم وقت تصوير الفيديو البيتكوين مرتفع فقط بنسبة 2% على مدى أسبوع وسعر البيتكوين هو 44.261 الماركت كابا والقيمة السوقية للسوق كل هي تقريبا 2 تريليون دولار خلونا ندخل بالأخبار بشكل سريع ومختصر أول خبر يا جماعة خير هو بخصوص منصة بلوك فاي منصة بلوك فاي الآن يفرض عليها غرامة بقيمة 100 مليون دولار من قبل السي سي لجنة الأوراق المالية والبعصات الأمريكية بقيادة غيري جانسلر أكثر شخص مكروف في مجال العملات الرقمية على الهبال اللي قاعد يسويه في الناس وعلى المستثمرين وعلى شركات التداول والمنصات وغيرها الآن هم فرضين عليهم 100 مليون دولار هذه وتعتبر من أكبر الغرامات في تاريخ الأسي سي بسبب أنهم كانوا يوفرون للمستثمرين زي نظام عوائد عالية تصل إلى 9.5% بشكل سنوي كعوائد فقط للاستثمار عندهم وهم طبعا ما يبعون الناس تستفيد بالشكل هذا لذلك سكوهم بأم المخالفة يقول لي رأيكم تحت في التعليقات أنا حاب أسمع منكم وش رأيكم على هالموضوع تمام الخبر البادل يجمع خيره بخصوص عملات كاردانو هم نفسهم الآن جايسين يوفرون زي يعني هدية أو مكافأة مالية لأي شخص يستطيع أنه يخترق للشبكة حقتهم يعني هذا أعتقد أنه حركة ذكية لأنهم مرة واثقين من نفسهم ويبون يثبتون للناس أنه لو في أحد استطاع أنه يخترق الشبكة حقتهم حيعطونه فلوس ولكن أنا أعتقد أنه شبكتهم لأنهم تعبانين عليها سنين واشتغلوا بشكل تدريجي ولا هم عجلين أنه يرتفع سعرهم هذا دليل على ثقتهم من نفسهم بقيادة رئيسهم شارلز هسكنسون اللي كان شريك ناشئ أو منشئ لعملة الإثيريوم مع فيتالي كبيوتر الخبر البعد هو بخصوص لما صار فيه المباراة النهائية للسوبربول أو رياضة الكرة القدم الأمريكية كان في دعايات كثيرة خاصة في العملات الرقمية من ضمنها منصة كوين بيس منصة كوين بيس حطوا إعلان بطريقة جدا مميزة وجدا ذكية وجدا غريبة حطوا في الشاشة السوداء يعني كذا بلاك باكراون وحطوا بس كيو آر كود والكيو آر كود يقدر يتحرك كل الناس اللي كانوا موجودين في الستيديوم صوروا أو حطوا الكاميرا فطلع لهم اللينك ودخلوا ودخلهم على منصة حق كوين بيس لدرجة أنه عدد الناس اللي يدخلوا عندهم وصل فوق العشرين مليون شخص في الدقيقة الواحدة إلى درجة أنه أدى إلى الموقع صار له زي الكراش خلاص تعطل وتوقف وصارت له إشكالية لذلك بعدها الخبر هذا بعدها بيوم الشركة تعلن أنها خلاص يبغون يوظفون فوق الألفين شخص لعدة مجالات موجودة في المنصة حقاتهم حقات التداول كوين بيس بسبب أنهم لاحظوا أنه فيه إقبال جداً كبير على المنصة حقاتهم فمو غلط أنهم يوظفون ناس عساسي يقدرون يتعاملون مع الطلبات العالية اللي تجيهم على المنصة اكتبوا لي رأيكم في تعليقات على المنصة هذه إذا في أحد منكم يستخدمها أو لا أنا أحب أسمع منكم طيب يا جماعة الخير وصلنا إلى نهاية الفيديو لا تنسوا الله عافيةكم دعم القناة باللايك والشير والسابكرايب وتفعيل جرس تنبيهات عساس تجيكم في فيديوهات أول بول الرابط المجاني لمنصة إيفاست للتداول موجود تحت في صندوق الوصف نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قريبة سلام في الوقت الذي تواصل فيه أسهم التكنولوجيا الأمريكية صعودها لماذا تكتفي بالاستثمار في واحدة منها؟ سلة شركات التكنولوجيا الأمريكية من إيفاست تضم الأسهم التكنولوجية الستة الأعلى قيمة وكلها تحت تصرفك بنقرة واحدة إيفاست الأرقام تحسم